سوفيان أمرابط يخرج عن صمته بعد إقصاء المنتخب المغربي وجه سوفيان أمرابط رسالة إلى الجماهير المغربية متحدثا عن مشاركة الفريق الوطني الأخيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفور وكتب أمرابط في حسابه الشخصي على منصة أنستغرام اليوم الأول الذي بدأنا فيه هذه المغامرة جئنا من أجل هدف واحد جعلكم سعداء وذخورين كنا متشوقين من أجل إعادة اللقب إلى بلدنا وهذا ما يستحقه الشعب المغربي تركنا دمنا ودموعنا على أرضية الملعب لكن لم يكتب لنا شيء أود أن أشكر العالم بأسره المدربين وزملائي كل الطاقم التقني الذي يشتغل 24 ساعة على 24 من أجل راحة الفريق نحن عائلة كبيرة ونتحمل جميع مسؤوليتنا في كل الظروف والحالة إن شاء الله سنعود أفضل في 2025